فكرة الدرع هي داعمة لإنجاح مؤتمرنا اللي قمنا فيه وهو عمل راح يكون ميداني للعمل النظري اللي قمنا فيه في المؤتمر لأمانة عملية الدرع هي سابقة من فترة طويلة كانت بيننا وبين الانتربول مراسلات وأعتقد من عام 2013 2014 بالفعل حضر لنا فريق من الانتربول وشاهدوا وطلعوا معانا ميدانيا وكانوا معانا موجودين ميدانيا وحضروا أكثر من ضبطية والآن احنا بصدد اليوم أن احنا نبدأ في عملية الدرع راح يقوم الفريق العمل اللي مختص في ضبطيته في أخذ الأذر المسبق من النيابة التجارية المختصة وراح يقومون في عملية المراقبة ومن ثم الضبط وبوجود فريق الانتربول ومن ثم التحريز والإحالة إلى جهة الاقتصاص واللي هي الأدلة الجنائية جميع المضبوطات والمحروزات وبعدها الأدلة الجنائية ترفع تقريرها إلى الرسمي إلى وكل نيابة المختص طبعا احنا راصدين أو متواصلين مع الانتربول وعندنا فورمات خاصة منظمة الانتربول وراح نقوم في بعد كل عملية بتعبئة هذه الفورمة في البيانات الكاملة ونزودها إلى الانتربول حتى تكون هذه داتا إضافية للانتربول والدول الأخرى المجاورة اللي قد تستفيد من هذه البيانات وهذه المعلومات وقد يكون هناك متهمين متمرسين قد يكون هناك بضايع أو أسلوب إجرامي معين يطلع عليه باج الدول المنظمة إلى المنظمات الانتربول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر